احباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بناميكم مدارب حياة مسيحية سؤال جميل جدا جلنا الاسبوع ده من احد السادة المشاهدين بيقول لنا فيه معرفش ان كان واحد ولا واحدة بيقول انا بتعامل مع ناس بيتكلموا علي وانا بحبهم اتصرف ازاي ولا الافضل ابد عنهم يعني الاخ او الاخت بيقول انا بتعامل مع ناس بيتكلموا علي وانا بحبهم يا ترى اتعامل معهم ازاي ولا سيبهم كنهم بيتعاملوا معاك وانت بتحبهم فدي ميزة كبيرة جدا حافظ عليها استمر في علاقتك معاهم لانك لما بتتعامل مع ناس بتحبهم بتاخد منهم طاقة مش بس بتدي طاقة ده انت بتاخد طاقة هما بيتكلموا عليك هما كده كده يتكلموا طبعا يعني كده كده ومشيط صح أعملت بيت يعني إيه برضو هيتكلموا عليك الناس هتتكلم هتتكلم المهم في إيه أنا بيتي شكله إيه يعني إيه تخيل كده في البيت اللي أنت قعد فيه دلوقتي أو الشئ اللي أنت قعد فيها مهم جدا أنك تحفظ على نظفتها وإنت بيتك بيتك نظيف لكن أنت مش مسؤول عن نظفة بيوت الجرال مش مسؤول على الموضوع ده تمام أنت مسؤول بدام ربنا البيت بتاعك إيه البيت الداخلي أنت بتحب إحنا قلنا الإنسان المسيحي عنده نوعين من الناس بيتعامل معهم الناس بيحبهم و الناس بيقبالهم لغاية لما يحبهم ما عندي لاش نوع ثالث فإنت لو أنت مش هتحبهم هتعمل لي تاني ما نقدرش يعمل حاجة تاني ما عندكش ما عندي ناش عملة غير الحب دهنا المسيح ما عندي لاش حاجة تاني يعملها تمام؟ ما بنتعاملش غير بالحب فطول ما أنا علاقتي بربنا علاقة كويسة وهو الأهم من علاقتي بالآخرين الآخرين هيتكلموا و هيتكلموا ما ببنيش السلام النفسي من كلام الناس عليها لأنه بيتغير أنا ببني سلام النفسي من خلال رؤية ربنا لي علاقتي بربنا هو ده المهم فسيب اللي يتكلم يتكلم لأنا كده مش مسؤول عن تنظيف بيوت الجران لكن مسؤول عن تنظيف بيتك أنت طالما أنت بتحبهم أو أنت بتحبيهم استمر في العلاقة حاجة جميلة جدا لأنك كل مرة ما تبقتش عنهم لأنك كل مرة بتاخد منهم طاقة بتشحن طاقة خلي كده عندك في حياتك إيه؟ مثل ألماني جميل يقول لك إيه؟ ألف صديق قليل وعدوه واحد كثير مثال تاني يقول لك احرص أنك أنت كل يوم تزود واحد من أصدقائك وتنخص واحد من العداءك المفروض ما عدلاش عداء خاص فأنت بتزود واحد من أصدقائك ثروة الحقيقية مش مقدار مناملك من مال في البنوك لكن مقدار مناملك من حب في قلوب الناس فأنت في حياتك ناس بتحبهم سبهم يتكلموا طالما البيت بتاعك نظيف قيم حياتك وصوتك الذاتية عن نفسك وسلامك الداخلي فنظرة ربنا ليك مش نظرة الناس نظرة الناس بتتغير من نجاح بهم لكن نظرة ربنا ليها هي المهمة طول ما نظرة ربنا ليك حلوة لغتك بربنا حلوة مش مهم الناس تقول إيه؟ خلي البيت بتاعك نظيف حب الناس يعني إحرص على جمع أكبر قدر ممكن من هذه الثروة من حب الناس واستمر الفلاغتك بيهم ما تقطعهاش أبدا حب الناس ثروة كبيرة استمر فيها باستمرار سؤال حلو وجميل هنستنى سؤال تعالي أسبوع الجاني إن شاء الله ونشوفكم الحلقة الجاي بإذن الله شكرا